مهددون بالطرد من منازلهم ليحل مكانهم مستوطنون صهاينة قدموا من أقاص الأرض إلى أرض الأقصى زاعمين أن لهم فيها حق يمكنهم من طرد من نبته من ترابها وشبوا بين أزقتها القديمة وشوارعها التي ما تزال تحمل ملامحهم رغم أساليب العدوان المختلفة ومحاولات التهويد سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة يرفضون محاولات اقتلاع جذورهم من أرضهم وبيوتهم بينما الاحتلال يحول الحي إلى سجن كبير لسكانه في محاولة للضغط عليهم للقبول بما يخطط له من إخلاء للحي وتسليمه للمستوطنين حصار من الجهات الأربع فرضته قوات الاحتلال على الحي حيث لا تسمح الحواجز الأمنية المفروضة إلا بمرور سكان الحي فقط بعد التدقيق في هوياتهم بينما يسمح للمستوطنين الصهاينة الذين سبق أن اقتصبوا بعض بيوت الحي في سنوات سابقة بالدخول والخروج من الحي دون أي تدقيق إذا ما كاش هوية وطلعت بترجعيش يعني أنا من واحد الناس صار معي أكثر من إشكال واحد أول مرة أنا راجع بالأغراض من شقة وادي الجوز على البيت وحامل الأغراض ومعي مرت أولادي بير رايح طلع بيتي هوية تقلط فضل هي الهوية أهل هي الشيخ جراح أنت الشيخ جراحة كبيرة يعني بوصل إني دقيته بكتفه لنت تعال امشي معي على البيت شوفني كيف فافتح الباب بالمفتاح ولا بكسره ومع إعلان السلطات القضائية في الكيان الصهيوني عن تحديد موعد للنظر مجددا في قضية حي الشيخ جراح ينظر أهالي الحي إلى ذلك على أنه مناورة جديدة للالتفاف على حقوقهم الثابتة وتبرير تهجيرهم من بيوتهم قصرية بمزاعم تتعلق بالأحكام القضائية وتنفيذ القانون غير أن أهالي الحي يؤكدون ثباتهم وعدم تنازلهم عن بيوتهم مهما كانت الضغوط والتهديدات بل والإغراءات كذلك فاستيلاء الصهاينة على حي شيخ جراح لا ينفصل عن محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من القدس وتهويدها تمهيدا لتنفيذ مخططاته في السيطرة على المدينة المقدسة بما فيها المسجد الأقصى المبارك